بعث صاحب السمو شيخ محمد بن زايد للنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة فليكس تشيسي كيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأصفرت عن عدد من الوفيات والجرحة متمنيا سموه شفاء العاجل لجميع المصابين كما بعث صاحب السمو شيخ محمد بن راشدة المكتومة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو شيخ منصور بن زايد للنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس الكونغو